اليوم نرى بأن الحكومة السورية تنتصر على الأرض وتحرير حلب هو دليل لهذا الانتصار نحن نرى أن الانتصار بدأ ولكن لا بد من الحوار الحوار مع الأطراف كافة زيارتي هذه مهمة جداً لأن سوريا هي مركز الحضارة والحرب في سوريا تقلق العالم برمته وعدت نفسي أن أتي إلى حلب عندما تتحرر لأنني أريد للسوريين أن يكون لهم مستقبل وسلام وأريدهم أن يعرفوا أن فرنسا لم تنسى سوريا المهم من هؤلاء طبعاً من الضيوف الذين قدموا إلى سوريا أن يوصلوا حقيقة ما يجري على الأرض السورية وما تتعرض له السورية من إرهاب سوريا تتعرض لإرهاب للأسف الشديد أن إرهابي العالم كلهم استقدمتهم تركيا والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهناك دول أوروبية أيضاً كان لها دور كبير جداً في رعاية الإرهاب وتمويل الإرهاب منذ القرر السابع عشر والثامن عشر وكان هناك تمويل خليجي ورعاية خليجية وأمريكية للإرهاب في المنطقة وطبعاً ما نؤكده تماماً أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له